موقف حصل ليه كده من فترة كبيرة هو الموقف بدايته محزنة بس نهايته ان شاء الله جميلة واثر معايا في حاجات كتير خلاني كده اعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى في حل بعض مشاكل حد حيوي في الله كده حد محترم انا سنه حزب 38 سنة اخ عايز عليها جدا المم كان والده كان توفاه الله من فترة وهو والدته كبيرة في السن برضو فالمهم في ساعة الوفاة بقى خلاص وهو انا متعودة دايما كده الميت لما بيكون في الخشبة وبركب عربية نقل الموتة كذا واحد بيركب حواليه بس كل واحد من الناس اللي كانوا في الجنازة كل واحد خد عربيته وتبقى مين والدته فصاحبي بيقول ل والدته يا ماما تعالي اركبي معنا قالت له لا انا هركب مع بابا رجبة معالة عربية بتاعت نقل الموتة بقت هي والراجل اللي توفاه الله دوت في العربية لوحدهم هم بقوا ماشيين قدامي وانا في عربية واحد صاحبي انا مقدرش اقول لك الدنيا كلها ضرد في وشه وافلام وحكايات بدات هتخيل لحظات الود والحب اللي كانت ما بينهم واول ما جيه مرة وطلب ايديها ولحظات الفرح اللي كانت ما بينهم والزعل والحزن والمشاكل اللي كانت بتتحل والمشهد ده كله بيختم بحاجة واحدة بس انه هما الاتنين لوحدهم كل مشكلة تحصل ما بين الواحد وبين زوجته ويفتكروا فيها اللحظة دي ان في يوم اللي يمهد جيلهم هيفكروا كتير جدا قبل ما يكبروا مشاكل المشاكل دي في حد ذاتها ممكن تعدي بابسط الحلول المشكلة لما حد فينا بيتخاني مع اهل بيته بيحصل له حاجة الشيطان بينسيه كل الاحسان اللي كان ما بينهم معنا ربنا امرهم انه هما ما ينسوش اللحظة الحلوة اللي كانت ما بينهم ابدا ساعة المشكلة ولا تنسوا الفضلة بينكم لما الواحد بيتخاني مع زوجته او شركته في الحياة بيشوفها شطانة ومش بيفتكر وقفتها جنبه ولا تعب عشان تجيب له الاولاد ولا كم مرة كويت له هدوم ولا كم مرة طباخت له اكل ولا كم مرة صبرت على ظروفه ونفس الاسة برضو احيانا الزوجة بتنسى اللي الزوج بيعمله عشان خطرها من سعيه في الدنيا وشاءه وتحمله الالام كتير جدا برا بيته اهل بيته ما يستحمله هاش افتكرت في اللحظة دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيسبق بألاف السنين بيقولك لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني محدش يكره زوجته او الزوجة ما تكرهش زوجها لا يفرق مؤمن مؤمنة اذا رأى منها شيئا هو يكرهه تذكر لها شيئا هو يحبه اول ما تشوف حاجة وحشة تزععلك من شركك اللي قدامك اللي هو اللي اصل في انه بيحبك وبيودك وبينكم عش وملح افتكر لها الحاجة الحلوة ونصحة مني لو حصرت مشكلة بينك وبين اهل بيتك اوعد دخل حد وسطيكم وحل المشكلة ما بينك وما بينها وعودوا مع بعض وابدا افكرها بأيام زمان وقولها هو احنا اول يوم قدنا مع بعض كان فيه تالت ما بيننا وذكرها باللحظات الحلوة اللي كانت ما بينكم والحياة لو استمرت على كده مشاكل مشاكل من غير ما نعرف نحلها بأيدينا المشاكل التي عمرها ما تنتهي زوجتك شركة حياتك الحياة بينكم هتتحل بالتفاهم وبتقوى الله عز وجل والقرب من ربنا لو كل واحد فينا بيفتكر اللحظة دي ان في يوم اللي ايام هيفارق حبيبه ياما هيقعد معاه وهو في الخشبة او يشوفه من بعيد او ممكن يجي في لحظة ينام جنبه وهو بيقول اذكر النوم يجي صحيل الصبح ما اصحاش معاه هيفكر كتير جدا قبل ما هو يفتعل معاه المشكلة الحسن البصري كان واحد بيسأله بيقوله جيل بنتي عارسين واحد عنده دين واحد عنده فلوس اجوزها المين قال له صاحب الدين قال له لماذا قال له لانه اذا احبها اكرمها وان كرهها لن يظلمها فخليك صاحب الدين وخليك صاحب الدين